إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم الإسلام منهج حياة إعداد وتقديم الدكتور محمد يسري إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذه حلقة متصلة في حلقات برنامج الإسلام منهج حياة وفيها نتحدث عن أخلاق الإسلام وأخلاق أهله الأخلاق الفاضلة في الإسلام بمنزلة سامية فهي من جملة ما بعث لأجله نبينا صلى الله عليه وآله وقد قال عن نفسه إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وقال إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا وقد أثنى الله تعالى على نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم لأهمية الإخلاق في الإسلام وثقالها في ميزان الحق يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء وفي الحديث الآخر إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم لماذا؟ لأن هذه الأخلاق ترتبط بالإيمان فهي جزء منه وبعض شعائره وشرائعه يزيد الإيمان بزيادتها وينقص بنقصانها يقول أنس بن مالك رضي الله عنه ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وكان عليه الصلاة والسلام يقول خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق وحسن الخلق يعني التحلي بالفضائل والمكارم والتزين بالمحاسن وقد قال صلى الله عليه وسلم اتقي الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفيما يلي نماذج لهذه الأخلاق الإسلامية الفاضلة أول هذه الأخلاق التي نحدث عنها في هذه الدقائق المحدودة خلق الصدق الذي هو مطابقة الخبر للواقع وقد أثنى الله تعالى في كتابه على أهل الصدق فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وردت أحاديث كثيرة تأمر بالصدق وتحث عليه من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا للصدق مظاهر يتجلى فيها وينبغي أن يتحلى بها كل مسلم منها صدق الحديث وصدق المعاملة وصدق العزم وصدق الوعد وصدق الحال فالمسلم لا يظهر في كل أحواله في غير مظهره فلا يظهر خلاف ما يبطن ولا يلبس ثوب الزور ولا يرائي ولا يتكلف ما ليس له لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور معناه أن المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور قال علماؤنا هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع وليس كذلك ومن الأخلاق الأساسية في الإسلام خلق التواضع وهو هضم النفس والوضع من قدرها وعدم الكبر فالكبر على الناس والعجب بالنفس مذمومان فينبغي للمؤمن أن يتواضع في غير مذلة ولا مهانة وأن يتراحم مع المؤمنين وأن يرأف بهم وأن يرحمهم وأن يلين لهم قال الله تعالى في جزاء المتواضعين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتواضع فقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال عز من قائل يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فعلى المسلم إذن أن يلزم خطاب التواضع في التعامل مع الخلق كافة ولا يتكلم مع أحد بأسلوب المتعالي المتكبر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أرواع الأمثلة في التواضع فذكرت عائشة رضي الله عنها أنه كان بشرا من البشر كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويخصف النعل ويرقع القميص ويخدم أهله وكان لا يعيب طعاما وكانت الأمة تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت ومع علو مكانته صلى الله عليه وسلم فإنه حين كان يرى رجلا يرتعد منه يظن أنه كملوك الأرض كان يقول له هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة إقراره صلى الله عليه وسلم بما كانت عليه أمه من الفقر أو من خشونة العيش يزيد من إكباره وإجلاله في نفس سامعه ولا يضيره شيئا ويدرب أصحابه بذلك على عدم التعالي على الخلق باستحضار جوانب من بشريتهم أو سابق حالهم ويذكرهم جميعا أنهم بنوا آدم وآدم من تراب وأن أكرمهم عند الله أتقاهم ومن أمثلة التواضع العالية أنه صلى الله عليه وسلم يوم غزو بني قريضة كان على حمار مخطوم بحبل من ليف وحين دخل مكة فاتحا دخل منكس الرأس تواضعا لربه واعترافا بنعمته عرف عن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم السرعة ومع ذلك فقد سبقتها مرة ناقة أعرابي وشق ذلك على الصحابة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف ولم يبكت بل قال صلى الله عليه وسلم حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا يخدم أهله وهو القادر على أن يستعين بالخدم وكان يسلم على الصبيان الذين يلقاهم في الطريق وهو الذي تهابه الملوك صلى الله عليه وآله وسلم رؤية أن أبا هرير رضي الله عنه أقبل من السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ أمير بالمدينة لمروان بن الحكم ويقول أوسعوا للأمير ليمر وهو يحمل حزمة الحطب على ظهره هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه من هذه الأخلاق الكريمة أيضا خلق الأمانة وذلك حين تستقيم الفطرة وتسلم من اتباع الهوى وتتمثل في صاحبها بخلق الأمانة والأمانة تشمل جميع ما يحمله الإنسان من أمور دينه ودنياه قولا وفعلا وقد قال الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ولا شك أن الأمانة من أغلى ما يرزق به العبد في هذه الحياة وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة فالأمانة ركن من هذه الأركان الأخلاقية التي لا يعدلها شيء في الدنيا بل قد تكون سببا في إقبال الدنيا على العبد لما يجد الناس فيه من الأمانة وهي صفة مميزة لأصحاب الرسالات كل نبي كان يقول لقومه إني لكم رسول أمين وهذا لقب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مكة قبل الهجرة وقبل النبوة وقبل أن يعرف عنه شيء من الرسالة لقد كان اسمه أو لقبه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وموسى عليه السلام لما خرج من مصر خائفا يترقب ووقع ما وقع في طريقه من لقياه للمرأتين قالت إحداهما في نهاية القصة يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين فهنيئا لمن قام بحق الأمانة فجاز الصراط غير خائف ولا وجل وفي الحديث وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا ومن الصور العملية للأمانة أن تنصح من استشارك ففي الحديث المستشار مؤتمن وفي الحديث أيضا ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه ومن الأمانة أيضا حفظ أسرار الناس وستر عوراتهم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ومن الأخلاق الأساسية المهمة خلق الشجاعة إذ من سنن الله في كونه أن جعل أمر الدين لا يقوم إلا بالشجاعة وحين يجبن أهل الحق يستبدل بهم قوما غيرهم ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والتضحية بالمال بيّن سبحانه أن من تولى عن الجهاد بنفسه والتضحية بماله أبدل الله به من يقوم بذلك قال تعالى وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فالشجاعة إذن خلق إسلامي قويم نابع من غرائز فطرية وتقويها التربية الجهادية بالميران والتدريب وخوض المواقف حتى يكتسب الشاب هذا الخلق وعلى العكس فإن شدة التعلق بالدنيا وزينتها تنقلب على صاحبها داعية إياه إلى التخوف على مصالحه والجبن عن خوض المعارك والفرق من كل سبب من أسباب الخوف وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروع الأمثلة في الشجاعة فوصفه الصحابة رضي الله عنهم فقالوا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس وقال البراء في حديثه عن يوم حنين كنا والله إذا حمر البأس نتقي به وإن الشجاعة منا للذي يحاذي به يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشجاعة المؤمن تتبدى على أعدائه وفي جرأته الأدبية في نصح إخوانه وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتخرج الشجاعة عن حد القصد حين تكون على الإخوة والأحباب والأصدقاء والمساكين والضعفاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين كنتم مع برنامج الإسلام منهج حياة إعداد وتقديم الدكتور محمد يسري إبراهيم